اهلا بحضراتكم من جديد اتكلمنا المرة اللي فاتت على الاداء الاداري المؤسسي المنضبط اللي بيحترم كل الاطراف واللي بيحترم ذاته واللي بيعمل وفقاً لوضع مؤسسي سليم يرعي الحقوق ويحترم الواجبات بمنتهى البساطة عشان كده جدل كتير اثير الفترة اللي فاتت عن موقف الاهلي فيما يخص اتحاد الكورة النادي الاهلي بيتعامل بشكل رسمه بشكل واضح فاصدر بيان يلخص موقفه اعلن النادي الاهلي بياناً جاء فيه النادي الاهلي وهو يقدر تدخل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الالمبية المصرية لحفظ حقوق كل الاطراف في ازمة تعديلات جدول الدوري وتحديد موعيد وتحديد موعيد جديد لمباريات الكأس والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من اجل المصلحة العليا للبلاد يؤكد النادي على انه لم يتلقى لم يتلقى اية مكتبات رسمية من اتحاد الكورة بخصوص تعديلات في جدول الدوري او موعيد جديد لمباريات الكأس فضلا على اننا ننتظر ردا من الاتحاد على اسباب تأجيله لمباراة الاهلي وبرمدس في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الاهلي في الفترة القادمة بعد اغلاق بعض الاستدادات لتطويرها استعدادا لكأس الامم الافريقية التي ستقام في يونيو المقبل والنادي الاهلي وهو يؤكد على احترامه للمنظومة الرياضية عندما يتلقى مكتبات رسمية من اتحاد الكورة بخصوص ما سبق الاشارة اليه سوف يتم دراسة الموقف كاملا بما يحفظ حقوق الاهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوايح والقوانين في كل المسابقات النادي الاهلي اظن الامر واضح وما يحتاجش تعليق وانا انتظر ايوة النادي عايز يقول انه انا ما جاتنيش مكتبات رسمية لانه الناس اجتهدت كتير في الحديث عن موقف الاهلي فالموقف الرسم الواضح انا ما جاتنيش اي اوراق او اي مكتبات رسمية من اتحاد الكورة عن الامور اللي انا حددتها واللي انا طالبت بيها لما تجيني هذه المكتبات لانه مفيش نادي هيبني قرارات وموقفه بناء على ما ينشر في الاعلام المسألة كلها تتعلق بضوابط رسمية لما النادي يتلقى مكتبات رسمية من الاتحاد سواء بخصوص المباريات بخصوص الملاعب اللي هتقام عليها بخصوص حفظ حقوق الاهلي في كل هذه الامور وقتها مجلس الادارة هيتعامل مع هذه المكتبات الرسمية بإذن الله ودعنا ننتظر دعنا ننتظر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر